موسيقى طيب الله وقاتكم بكل خير عزيزي المشاهدين وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة ماذا يعني حل الفصائل المسلحة وتسليم أسلحتها للحجد الشعبي؟ هل دعوة الصدر يوم أمس بحل ما سماها الفصائل المسلحة وتسليم أسلحتها وتطهير الحجد كما قال قابل للتنفيذ؟ أم أنها دعوة سياسية كما سماها مراقبون يراد منها إخضاع الرافضين لنتائج الانتخابات إلى واقع النتائج التي حصل الصدر على أعلى نسبة مقاعد فيها كيف نفسر تحذير مرشد إيران علي خامنة اليوم للتخلي عن السلاح ألا يقصد به سلاح ميليشياته في العراق؟ ما إمكانية تشكيل حكومة أغلبية كما أكد على ذلك الصدر يوم أمس؟ أليس الإطار التنسيقي الرافض لنتائج الانتخابات مصر على حكومة توافقية؟ كما قال رئيس هذا الإطار نور المالكي كل هذه التساؤلات وأكثر ناقشها معكم عزيز المشاهدين في حلقة اليوم بعنوان حل الميليشيات وتشكيل حكومة أغلبية هل قابلة للتطبيق على أرض العراق؟ بعد يوم واحد من دعوته إلى حل ما سماها الفصائل المسلحة وتسليم أسلحتها إلى الدولة وتطهير الحجر الشعبي ممن وصفهم بالعناصر غير المنضبطة أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن حل ميليشيا لواء اليوم الموعود أبرز التشكيلات المسلحة التابعة على التيار الصدري وقال الصدر في تغليلة له على تويتر كبادرة حسنينية مني أنا مقتدى الصدر أعلن حل تشكيل لواء اليوم الموعود وغلق مقراته وأضف الصدر لولا أنهم سلموا سلاحهم لسراي السلام سابقا أو ما يسمى حاليا لواء 313 و 314 و 315 في سمراء لأمرتهم بتسليم سلاحهم وأطاعوا كما قال فهم ما زالوا مخلصين لنا ولوطنهم تابع بأن وجد السلاح فعليهم بتسليمه خلال مدة 48 ساعة تسليم السلاح خلال 48 ساعة عسى أن تكون هذه الخطوة بداية لحل الفصائل المسلحة وتسليم أسلحتها وغلق مقراتها بل وتكون رسالة أمان وسلام للشعب كافة فعلى مسؤول اللواء تنفيذ هذا القرار كما جاء في تغريرة مقتدى الصدر طبعا رفضت ما تسمى بالهيئة التنسيقية للمقاومة التي تضم الميليشيات الحليفة لإيران الاستجابة لدعوة تسليم السلاح وكتبت في بيان صدر عنها اليوم الجمعة تؤكد بأن سلاح المقاومة الذي كثر الكلام عنه في الأيام الماضية وعكف البعض مصرا على زجه في المناكفات السياسية الأخيرة سيكون حاضرا لتقطيع أوصال الاحتلال ما أنت حين اللحظة وتنتهي المهلة يوم الحادي والثلاثين من شهر الثاني عشر من الفين وواحد وعشرين في إشارة إلى الموعد المفترض لانسحاب القوات القتالية الأجنبية من العراق وفقا لاتفاق سابق بين بغداد وواشنطن هل دعوة الصدر يوم أمس بحل ما سماها الفصال المسلحة وتسليم الأسلحة وتطهير الحشد كما قال قابلة للتنفيذ اليوم وهل تشكيل حكومة أغلبية كذلك كما جاء في كلمة مقتدر الصدر يوم أمس قابلة للتطبيق على أرض الواقع في العراق في إطار رفض الإطار التنسيقي بزعامة نوري المالكي والذي يضم ميليشيات وأحزاب في العراق رفضه لتشكيل حكومة أغلبية وحكومة توافقية الكثير من الأسئلة في حلقة هذا اليوم حول هذا الموضوع ومواضيع متصلة معنا اتصال معنا أبو علي من لندن أبو علي في البداية يعني دعوة مقتدر الصدر إلى حل الفصائل هذه ليست المرة الأولى وسبقها تجميد سرايا السلام وكذلك اعتزاله للنشاط السياسي يوم أمس دعا إلى حل الفصائل المسلحة وتسليم أسلحتها وتطهير الحشد كما قال هل هذا الأمر قابل للتنفيذ برأيك؟ وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله بالنسبة المقتدر الصدر يقول حل الفصائل أول شيء يحل الفصائل سرايا السلام سرايا الإجرام وتيار الصدري بعدين يستلم على باقي الفصائل هو باقي الفصائل من طلعت؟ ما طلعت من جيش المهدي بالألفين وأربعة وألفين وخمسة؟ بعدين هو يقول شهد العالم بانتخابات نزاهة الانتخابات هو وينك انتخابات عمي؟ هما طلعوا أملا لصوص خوانة مجرمين ما لتكن طلعوا يلتخبوكم بعدين يقول القضاء النزيه فعليكم محاسبة الفاتدين واللصوص منكم والتسليم تسليمهم للقضاء النزيه يعني أول شيء يجب أن يسلموك أنت للقضاء لأنه أنت بقت العراق ونهبت العراق وسرقت العراق أول واحد أنت هو يا قضاء النزيه مدحة المحمود هذا العميل الخائم لو فائق زيدان هو لو أكو قضاء نزيه كلكم تنعدمون من مقتدى إلى الحكيم إلى المالكي إلى الفياض إلى العامري كلكم تتعلقون على المشانق مو بس قدتوا قدتوا والدعمكم واللطاكم الفتوى بسرق العراق ونهب العراق أخي هاي مسرحية يعني تشوفها مسرحية غير قابلة للتنفيذ هذه الدعوات نعم نعم غير قابلة هو يقول لك حل الفصائل وسلموهم للحشد زي نحن سوينا السلاح هذا يستلم للحشد ها وبواسطة ما بشون القائد القوات المسلحة يعني رئيس الوزراء زي الرئيس الوزراء هو شلع علاقة بالحشد بعدين الفصال يقولون يقولون نحن هم من الحشد بحسب القانون الذي أقرره البرلمان رئيس الوزراء هو القائد العام لقوات المسلحة نعم والحشد يأتي ضمن هذه القوات بس قبل أسبوعا نضرب بطائرات مسيرة أحسن قبل أسبوعا نضرب طائرات مسيرة وبعدين الحشد الحشد ما لا علاقة بالقائد القوات المسلحة عمي الحشد إجتني من فتوة فتوة قاسم سليماني وفتوة السستاني وفتوة خامناء ما لا علاقة بالحشد يعني أهل النجف لا نعترف بحشدكم ولا نعترف بميليشاتكم ولا نعترف بمقتدة مع الأسف بعض الأخوة يطلعون على اليوتيوب هم يعتبرون نفسهم هم محارضين جايدون بهذه هذه مبادرة مقتدة ويقولون أخي مقتدة والمالكي والعامري والخزعلي والفياض وكلهم مجرمين قتل نعم زيان أبو علي أريد أسألك أبو علي من العام 2003 ولي غاية الآن لم تشكل حكومة أغلبية تشكلت حكومة حكومات توافقية حكومات محاصصة هائلية هائلك البارحة الصدر أكد على موضوع أنه يجب أن تكون هناك حكومة أغلبية أو نذهب إلى المعارضة في الوقت نفسه نور المالكي اللي هو اليوم رئيس الإطار التنسيقي الرافض لنتأج الانتخابات أكد كذلك في مقابلة مع قناة بي بي سي بأنه يجب أن تكون هناك حكومة توافقية برأيك هل الصدر قادر على الصمود على موقفة بتشكيل حكومة أغلبية؟ لا 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 ما يكدر ليش؟ هل تتوافقون عني ريحوا نفسكم يا شعب العراقي هذه المسرحيات نحن نشبعنا منها فأنا خمس انتخابات خمس فترة انتخابات آخر شي راح يتوافقون بيناتهم وهذا إلك وهذا إلي وهذا اللي بنعمك وهذا اللي بنعمك زيام و هو أخذ أكثر المقاعد في البرلمان مقتدر صدر ليش ميروحون إياهم دولة السياسين السنة ليش ميروحون إياهم الأكراد ليش ميروحون إياهم ليش ميروحون إياهم لتخافون من الحشد لو تخافون من الفصائل عمي حتى لا يروحون إياهم يعني هذا مقتدر أنا ما أعرف هو يصور قائد قائد الإصلاح لك بابا سلم الطيارات الخاصة اللي اتبقتها من الشعب العراقي يلا قائد الصغير قائد الإصلاح سلم الجكسارات أكثر من خمسة واثمانين جكسارة كل سيارة شعره ميت ألف دولار سلمها للشعب العراقي اتقائد الإصلاحات هاي المولات البنجف ومولات البغداد ومولات بن ناصرية والأعمار سلمها للشعب العراقي اتا شنو اتا اتا من مات أبوك ما عندك غير مستويش مال أبوك ها وهاي الباسك المالتك وتجدادتك المشققة احنا النجف نعرفك تجدادتك المشققة وتفتر بالقبور شنو اتا يا قائد إذن أنت ترى أبو علي بأنه دعوة حل الفصائل المسلحة وتشكيل حكومة أغلبية غير قابلة للتطبيق اليوم لا أخي لا هو يقول فطائل رجعوا للحشب نعم 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 نحن الحشب نعم هاي المسرحية أنا أشكرك أبو علي من لند كان معنا صباح من بغداد صباح خليك معنا خلينا نشوف مقتطف تم تداول اليوم على منصات تواصل اجتماعي وبالتحديد من حساب مرشد إيران علي خامنائي وهو يدعو إلى عدم تسليم السلاح خلونا نشوف هذا المقطع ونرجع لكم دوشمن بخواد شما قافل بشید از صلاحتون و از دارائهاتون از صلاحتون بحث تحباد و موشک و اینا رو که میبینید این روزا شدو در دنیا بنوان یه مسئله اساسی و مهم مترح میشه نعم ربما كانت الترجمة غير واضحة ولكنه دعا صراحة إلى عدم تسليم السلاح وما اسماهم بالعداء تربصون هذه اللحظة للقضاء عليهم صباح من بغداد خلينا نبدي بما انتهى به مرشد ايران علي خامنة اليوم دعوته بعدم القاء السلاح برأيك اكو رابط بالموضوع بالتأكيد بهالفترة الحرجة المرشد الاعلى يعني يدعو الى انصاره والحشد وذراعه الاقوى في الشرق الاوسط هو الحشد والميليشيات ان عدم تسليم سلاحهم لان يعرف اذا تسلموا سلاحهم راح يعني تصدر بعض الاجراءات القانونية بالضب من عدهم فدعاهم الى الصمود وبقاء السلاح عدهم ويبقونهم مكاناتهم هذا تأييد لهم وان ايران مع الميليشيات ومع الحشد يعني ما راح تتخلى عنهم يقولهم ابقوا اما مقتدر الصدر وتصريحات الاخيرة يعني مقتدر الصدر من دعا يعني حل الفصائل وتسليم سلاحها الى الحشد يعني ما راح يختلف شيء يعني هي اكو ميليشيات كبيرة ومتنفذة ومسيطرة هي من ضمن الحشد وهناك يعني فصائل يقصدها مقتدر اللي هي اليوم غير اسم وموجودة مثلا في سوريا او في اليمن او في غير مكان طبعا الامريكان المحتل الامريكي استطاع ان يشق الحشد والميليشيات من ولائيين الى الصدر وصدر احنا نعرف هذا فابداء العظمة الامريكان ما متخلين عن الساحة العراقية سياتيا وامنيا الامريكان موش ما في سبيل يخلون مقتدر الكتلة الاكبر في سبيل يخلون افضل الاول بالضد من الميليشيات الولائية وقايمة فتح واللي تابعين الى ايران مقتدر الصدر هو جزء من الميليشيات من الفين وثلاثة ولحد الان اكثر شخصية وميليشياوية قتلهم الابناء السنة والشيعاء هو مقتدر الصدر وكل الميليشيات خرجت من تحت عباته العصائب وغيرها فمقتدر الصدر ايضا عند جيش المهدي اللي يفتك بهواي ارواح بريئة في بغداد واطراف بغداد والمحافظات السرايا الموجودة ايضا همي الناس قتله والقبعات الزرق فمقتدر الصدر ايضا مجرم ومن ثلاثة خيديا بدماء الابرياء من كل العراقيين مقتدر الصدر ما اجرأيه توزراء من المالكي دورتين اذا ما هو بارك لو ايد له مقتدر الصدر حاليا يعني يصدر نفسه هو قائد اصلاح انت مشارك بعملية سياسية وانت رجل سياسي نعتبرك ومجرم وفاسد وكل الوزارات الخدمية اللي كانت فترة ما بعد تشكيل الحكومة من 2008 ولحد الان انت الوزارات عندك شنو قدمت للعراق الوزراء اللي خليتهم من الصدريين وسائرون وغيرها كلهم فاسدين وصراق وقتلوا ومجرمين انت المفروض اول واحد يا مقتدر الصدر السلم سلاح جيش المهدي المجمد تقول عليه هو ما مجمد وسرايا السلام وعدة فصائل بعض تابعة الى فمقتدر الصدر شون تدعي الى حل السلاح الميليشيات وانت جزء منها احنا نقول وين دور رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الكورتوني اللي انت القرار اليك القرار السياسي والامني المفروض انت قائد عام القوات المسلحة المرجعية بالنجيف من افتت للظرف معين هو داعش انتهى داعش وعلنتوها انتو حيدر العباد النصر على داعش المفروض مقتدر صدر الوزراء انت قائد عام لقوات المسلحة والقانون بيدك والسلاح بيدك والدولة كلها بيدك دفاع وداخلية واجهة امنية انت تتأمر هم متابعين يقولون احنا العصائب وغيرها وبدر وحزب دعوة متابعين الى القائد العام للقوات المسلحة اذا يصدر قرار هسه والقضاوية الفاسد القضاوية القضاوية نفس الشي قبل اسبوعين الضرب طائرات مسيرة ولغاية الان لجنة التحقيق ما توصلت من اللي اطلق من اللي ضرب بيت الكاظمي وسيادة وكرامة رئيس الوزراء المفروض يرد على الفصيل اللي ضربها وهددوا قبل يوم بالليل والفجر ضربه هو نوري المالكي وقيس الخزعلي وهادي العامري وهو يعرفهم من طلقت هاي الطائرات المسيرة لحد الان ما لدى التقرير مفصل على المكان اللي انطلقت من الطائرات المسيرة وهم يوقون المخاطرات زيان طبعا الهيئة التنسيقية ما تسمى بالهيئة التنسيقية المقاومة رفضت هذه الدعوة لتسليم السلاح نجي على تأكيد على تشكيل حكومة اغلبية كنا نعرف انه منذ العام 2003 وليغاية الان لم تشكل ولا حكومة اغلبية في العراق كلها جرى عليها وراء ستة شهر وراء سنة يا الله تشكل بتوافق بمحاصصة هائيلة هائيلية وكلها تقعد من مكانها البارحة اكد مقتدى الصدر على موضوع الاغلبية او الذهاب الى المعارضة برأيك هذا قابل للتطبيق كذلك لو الموضوع غير طابق ليش ما طابق وهو ما اخذ اعلى المقاعد في البرلمان احنا سابقا جربنا اياد علاوي مناخذ القائمة الاكبر والكتلة الاكبر وما سمحوله دولة القانون ما سمحكنا للمدعومة ضغط عليه وبالأخير راح ينصاع لهم يعطوش كم مليار دولار وراح يسكت مقتدى الصدر ما يهم العراق والعراقين لو يهم مصلحة العراق وبناء عراق كان قاتل هاي الميليشيات الولائية الى ايران ما يقول انا عراقي عراقي واني مصلح خلي قومهم ايضا راح بالأخير راح يشوف التنازلات راح يقدمها مقتدى الصدر به مكاسب مادية وايضا مناصب سيادية من وزارات ياخذها سيادية مقتدى الصدر فاسد حال حال كل الفاسدين الموجودين السياسين من السنة والشيعة هاي كلها لعبة والضحية هم العراقيين لا راح يقدمون فتشي للعراق ولا للمواطن العراقي ولا راح يبنون دولة يعني ذولي ما جاي يبنون دولة والدليل على كل اللي جرى بالعراق من نقص خدمات وتدمير للبنية التحتية وتعطيل كل الوزارات كل الوزارات معطلة عندنا كهرباء نستوردها نفط نستوردها مواد زراعية نستوردها زراع عاطلة مياه النهر والدجلة والفراد قطعت بسبب ايران والروافد اللي الصب منها ما حد حجة ذولي ما جاي يبنون دولة وعراق ذولي جايين يدمرون العراق نعم أخي صدر إذن أنت ترى بأنه واقعية الحكومة الأغلبية وتسليم السلاح غير قابل للتطبيق على أرض العراق نعم صباح من بغداد شكرا جزيلا لك أبو عراق من الفلوجة أبو عراق برأيك هل تشكل حكومة أغلبية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك أنا أحليك أستاذ عمر من الزبول شوكا صارت عندنا حكومة هذا عمر أخليك هم هم يسموها حكومة نعم 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 أستاذ عمر يالشحل العراق غشيم عنه أستاذ عمر العبرة ليست بالتسمية العبرة بالفعل سميها ما شئت نعم حتى لو تشكلت هل سمي يقولون حكومة الحكومة هل عدها سيادة هل عدها سيطرة أسألك بالله عليك إذا بيت الكاظمي نفسه ضربوا الطيارات وشيرة وما قدر يحصل شيء ويقول احنا عرفنا يالله ظهر لي واحد من عجل وين قتلت المتظاهرين يالله طلعوني وعمني أستاذ عمر والله يخليك نعم الشعب الشعب بعد ما ينضحك عليه أستاذ عمر وهاني أزعل على كل واحد يقول لي احنا بحكومة لا عم مو حكومة احنا تحت مافيات عصابات شرقة أسألك بالله عليك اللي يلبس الإعمامة هو واجبة يجي بالبرلمان واجبة يصير بهذه الحكومات عمي وكل شيء لمكان يا أستاذ عمر كل شيء لمكان أما الصدر وغير الصدر عمي ولا ما يقدرون بعد العراق أستاذ عمر العراق انتهى بشغلة وحدة ينجح العراق أمتى ما توحد العراق وصار إيد وحده ويقضون على ذلك العصابات المافياتية أنا ما أقول حكومة نعم يعني أنك هل أنا أقول حكومة أمتى ما صير الشعب توحد ليس شعب أقول ستصير حكومة سيادة عدهم أنا أشكرك أبو عراق من الفلجة كان معنا طبعا قبل ذلك دعا المتحدث العسكري باسم ميليشيا كتاب حزب الله في العراق أبو علي العسكري أمس الخميس الجهة التي دعت إلى حصر السلاح بيد الدولة ويقصد مقتداء الصدر بالشروع هي أولا بتسليم سلاحها وخصوصا الثقيل منه وأن تنقل مسؤولية ما لديها من ألوية إلى قيادة الحجر الشعبي لغرض تنظيمها وإبعاد غير المنضبطين منها في إشارة إلى ميليشيا سرايا السلام التابعة للصدر كما قال الأمين العام لميليشيا كتاب الإمام علي شبل الزيدي يوم أمس قال بأن الأطراف المعترضة على نتائج الانتخابات لم تعمل لهدم العملية السياسية أو القفز عليها بل تهدف لعالتها إلى جادة الصواب مضيفا نحن بنات دولة وطلاب حق وما ضاع حق وراءه مطالب ولن يفت عزمنا تكالب القوى المضادة ولا بياناتها ولا مباركتها بشرعية النصب والاحتيال كما قال معنى اتصال أبو زينب من النجف أبو زينب حل فصائل مسلحة وتسليم سلاحة إلى الحشد الشعبي ماذا فهمت من كلمة مقتداء الصدر يوم أمس السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسلم بك أي قرار أي قرار فيما يخص التشكيلات العسكرية سواء كانت نظامية أو غير نظامية وخاصة فيما يتعلق بالأسلحة وتسليمها أو كذا يجب أن يكون بهذا القائد العام للقوات المسلحة وليس به زيد أو عمر من الناس مهما كانت صفتة وإلا على رئيس الوزراء أن يعتزل المنصب ويعتزل السياسة وسياسة وقياة القوات المسلحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مستمرون معكم عزيز المشاهدين بتقديم هذه الحلقة نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم كل عضو جمعية وطنية كلف الدولة بحدود مليار واربعمائة مليون إلى مليار وخمس من ذلك وقت بس رواتب الشخصية بدون الحروس بحشي أفضل طببني بجيبة عضو الجمعية الوطنية عن خدمة تسعة أشهر هاي الطبقة السياسية شرحت هذا القانون يا شعب انت شلون تعيب انتخاب هاي الطبقة السياسية والمتحدث منهم آني كنت عضو جمعية وطنية وآني استفادية من هاي الامتيازات وعن خدمة تسعة أشهر طبن بإنجيب مليار واربعمائة إلى مليار وخمسمائة مليون عدا تكاليف الحلاثات بيش أرفع فيها هاي الطبقة السياسية استرها تشعني من هاي الطبقة السياسية وطنية حالة أشهر العراق لنقول إننا لن نسمح بأن تنضي الجرائم الفضيعة التي حفلت أرواح العراقيين دون عقاب صار لنقول في أمهاتنا اللواتي إذا قدلنا فرت عين الهند في تجريب وضحائل الفيالات والخطر والتغيير في محافظات الوسط والجنوس إلى أمهات الشهداء والمغيبين أسرا وضحايا المقابر التماعية في البوصل والأنظار وصراح الجين والحرقين والجانب ما يجمعنا هو إننا تبيعا ضحايا هذا النظام المجرد والفاصل وما يوحدنا هو مقبع البصاص والنساء من القتلى والمنتهكين وإنهاء الإسلاد من العقاب أهلا بكم من جديد معنا ضياء من الأنبار ضياء هل تتحقق حكومة أغلبية في العراق كما دعا إليها الصدر وأكد يوم أمس؟ نعم تفضل ضياء صدر شخص يا أهلا بك تفضل أحييك وحيي بمامج وحييك خناة الرافد يد يا أهلا بك والله يا ساد أحنا شوف أحنا نتمنى تقول على هذه الحكومة هم الرؤساء من يتوحدون ويسرعدوا بحق الله وينتبهون على الفقير وينتبهون على الناس على العراق لأن احنا والله ضحينا وانطينا شهداء من عجل الوطن ومشينا وإحنا ما نتفرع نقول سنة وشيعة وهذا الوطن ما نبيعه والله إحنا متوحدين إن شاء الله لو هم ما يسوون هو اللي يلبس عمامة الرسول يخلي حق الله فوقه ينطح حقوق هاي الناس يمجوه على الله صحيح والله أنا ما أعرف شوك لك أستاذ فإحنا متوحدين صار عندنا ما العزاء توفى عم الأستاذ محمد ريكان والله ابن الناصرية جيه أحس لحمة عراقية إحنا ابن العمارة جيه والله يا أستاذ توفى ابن عم الأستاذ محمد ريكان حلبوسي مند يعني العراقيين ما لهم العراقيين الناس العراقيين ما لهم علاقة بذوله هاي الموضوع ناس متألفين ومتعايشين بس أنا سألتك هل الحكومة هل هناك مؤمكانية لتحقيق حكومة أغلبية لو حكومة توافقية مثل ما يؤكد عليها الإطار التنسيقي مو أستاذ عمار الله يخليك أحنا أم واحدة أقول لك هم السياسين على رأس كلهم وهم من يتوحدون والله والسؤولي قلوهم صافية نعم ما صار هم من يتوحدون هم يوميا يمسوين اطلابهم يوميا يمسوين مشكلة هي أنا أقول لك ما صافهم صارنا 19 سنة 19 سنة صار لنا يعني شي يصبر بعد الواحد نعم يعني أنا أجي أجي أجرب واحد صار 19 سنة يبوق ويسرق وينهب ويدمر البلد أستاذ أمار شنو هذا التعوين نعم نعم والله أنا سايح كيئ وأستغل ببقداد أروح مني جرمى أستغل ببقداد أجيب لي عجل ثلاثة حط بحليك جحاني طول على ثقه يا سيد والله ما عندي وبيت تجاوز مما السمال عمامي والآن نطلب من الله بس نطلب من الله وسمى إن شاء الله يجي واحد شرواك وشروة سيد محمد وطيب أنا أشكرك ضياء من الأنبار كان معنا أكو اتصال أبو ياسين من إديالة أبو ياسين ما إمكانية تشكيل حكومة أغلبية في العراق في ظل رفض العطار التنسيقي لنتائج الانتخابات وتأكيد على تشكيل حكومة توافقية يا أهل بيك تفضل حيا أكلم يا أهل بيك أنا نسألهم بك عمر هي حكومة أغلبية ما أصبح توافقية مو جديدة بعدين هو مقتدد صدر الناس اللي طالب فوق الخضاء رفض الشرعية ورفض الشرعية في الانتخابات هو السلاح اللي يسمونه هو السلاح هو مال منه وماله بعدين هو إلا 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 شابقات حال الجيش المادي وجم الجيش المادي وإنه بصال مموحدون وإنه بصرايا وإنه بصبعات الدرساء هذا قرارك يعني نسويه مسبق هذا مشكلة تحدث اليوم شك الحكومة وراها حق الدولة الصانون ومؤسسات سيصل على هذه السلاحة من الفتوى المنشيات هذا لا يتحدث ولا يفعل حالي نفسه يفعل حليمين وإلا رجل هذه الدعوة بعض المراقبين قال بأنها يعني دعوة سياسية لا أكثر ولا أقل شيش تقرأها أنت سياسية ومقادعة عمار مقادعة ولا رجل ما بيدا قلاء ولا رجل مليون من طاعة انتخابات وإلا رجل يشكل حكومة حتى ذا كل الوقت خلوشوا بله هو عادم على سحب السلاحة من الفلت على حل الفصائل يعني هذه الفصائل التي أجيبها منها أكثر أنها أجيبها من الحجز وهو الحجز منها خارج القانون ومنفلت وطائفة مقيد أخير أخي هو من سلم الساحة الأمريكا ممقتد على السقاب نحن الساحة لأين عايزين ونحن سلم الأمريكا لأمريكا لأمريكا هذا رجل محتال وهذا رجل مراجل دولة ولا رجل السياسة أنا أتعدك ناس بشوار صوتها شوف هؤلاء 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 وشكل حكومة هؤلاء يعني ليس هناك إمكانية لتشكيل حكومة أغلبية مثل سابقاتها حكومة توافقية محاصصة اليوم كسابقاتها فيه إيراني شكل حكومة وماذا شن يبدأ تكون حكومة الثالي طالي التنفيقي هو مو من الشاوي ومو سلاح من فلس ومو كل عنده أجنحة أجنحة مسلحة داخل العملية السيافية الثالي مثل نقول أجنحة على واحد هو مقتدر كل ما في طلب السرطيحات وكل نتائج ما وراء بشكل حكومة أشبكم بله وتيصر وتيصر عن الدولة وتيصر عن هذا الفساء كلها وحل الميليشيات كلها وتحب السلاحة أشوف ما أخي هو السلاحة الخاز هو أقوى من الدولة أقوى من الدفاع أو أقوى من الداخلية وما تبقى رأس كلنا كمنا الجاقة أخرى ما يسمون أشتر 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 مراح رصب على التوار بوم هذا يتعال حال هذا يتعلم هذا ضياء يتعلم أنه أبروك صالح لن أو لا يتعلم بأك رؤوس أنه يتعلم أنه يتعلم 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 أنه يتعلم و أنا يتعلم ه يتعلم ه تقول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دعوة الصدر أمس بحل ما سماها الفصائل المسلحة وتسليم أسلحتها وتطهير الحشد وربطها بحكومة أغلبية كيف تقرأ كلمة مقتدى الصدر ودعوته إلى تشكيل حكومة أغلبية وإلى حل الفصائل وتسليم أسلحتها إلى الحشد؟ ليش هالفصائل ما منضم إلى الحشد؟ وشن الموضوع؟ تحيات لك أستاذ عمر حياك الله يهل بيك أخي قبل كل شيء نقول كلمة لمقتدى نقول له قبل كل شيء الشعب العراقي يعرفك أنك شخص متقلب وأنك كل سنة تبتل جلتك ودعوته هذه هي لا تعد على أن تكون مناورة سياسية هذا قبل كل شيء الكل يعرف أنك متقلب ولست طاحب مبنى الأمر الثاني عندما تدعو إلى حل الفصائل المفرسة أو تسليم أسلحتها إذا دعوت إلى حل الفصائل فعليك أن تبدأ بفصيلك المسلح الإرهابي الطافي المقصود بسرايا السلام وبعدها لو قلنا لو سلمنا جدلا أن الفصائل قد سلم استلاحها للحشد يعني كأنك تغفل نجاسة بشيء نجس تسلموا استلاحها من الفصائل سرايا السلام تختلف عن جيش المهدي شو تقول أنت لا تختلف أخي الكبير لدي معلومات عن سرايا السلام في ثمراء إذا اعتقلت أي شخص في ثمراء تقرأ عليه السلام لن يعود هذه سياستهم لا تقول أن سرايا السلام تختلف عن باقي الفصائل المنفلسة أنا لا أقول ولكن هم يقولون كلامهم زيف وكذب زيف وكذب تسحب استلاح من فصيل المنفلس تسلمه لفصائل في الحشد تبدعي أنها منضبطة ليس هناك انضباط بالحشد الكل مفلس والكل طائفي زين أبو سمية زين أبو سمية موضوع أصر على موضوع أما تشكيل حكومة أغلبية أو الذهاب إلى المعارضة في الوقت هو عنده أعلى المقاعد في البرلمان وممكن إذا شكل معه كتل فائزة أخرى ممكن يشكل حكومة بالمقابل إطار التنسيقي بزعامة نوري المالكي رفض حكومة أغلبية وقال يجب الذهاب إلى حكومة توافقية برأيك رح يتغير شيء بتشكيل الحكومة يعني كل الحكومات السابقة كانت توافقية قائمة على المحاصصة هل يتغير شيء في هذه الحكومة؟ يعني حتى الصدر واحدة ما يقدر يعني إذا كان هو حصل على سبعين أو أكثر من سبعين مقعد فواحدة ما يقدر يشكل حكومة يجب أن يندمج مع كتل أخرى لتشكيل الحكومة ماذا بقي من الأغلبية؟ من حكومة الأغلبية؟ أخي الكريم أن شعب العراقي تعود على أمر واحد وهو أن الحكومة كل أربع سنوات تتشكل بتوافق أمريكي إيراني وأنها تتشكل على أسات المحاصصة الطافية أو ما يسمى بالتوافق أما دعوى الصدر على أنه أما يشكل حكومة أغلبية وطنية أو أنه يذهب إلى المعارضة فهذه مناورة السياسية الأخرى الصدر كما قلت لم يغير جلده كل عام فإذا فشل في تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية أنا أعدك أنه سيذهب إلى التوافقات وليس للمعارضة ليس للمعارضة المعارضة لا تنفعه لماذا؟ لأن المعارضة ليس فيها مقاعد تكفي ليس فيها مقاعد تكفي وليس فيها نعبز وليس فيها مقاولات المعارضة بالنسبة للمعارضة بالمناسبة لنحن في العراق منذ العام 2003 ولغاية الآن ما عندنا معارضة في داخل البرلمان يعني كل برلماني أو كل كتلة عندها حصة في الحكومة في وزارات في دوائر فما عندنا ظاهرة المعارضة في العراق ليست موجودة منذ العام 2003 ولغاية الآن نقصد منذ العام 2003 لأن بما أنهم قالوا بأنه نظام ديمقراطي وهناك برلمان وحكومة وقضاء أخي الكريم الديمقراطية في العراق هم الأحزاب قالوها بلسان حالهم كنا نضحك عليكم عندما رفضوا نتاج الانتخابات قالوا كنا نضحك عليكم أما لا تكون هناك معارضة في الفرلمان لماذا؟ لأن المعارضة ستكون بغير مناصر وبغير وزارات وبغير مقاولات فالذي يدخل الفرلمان يبحث عن مقعد يستفيد منه ماديا إذا ذهب إلى المعارضة التي يتكلم بلسان الشعب فهذا لا يستعرض أنا أشكرك أبو سمية من الأنبار كان معنا معنا اتصال من الرمادي أبو أحمد من الرمادي فضل أبو أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخير عزيز يا هلبي حياك الله يا هلبي أخير موضوع منسو موضوع الحلقة اليوم نعم موضوع تشكيل حكومة وطنية أو أغلبية وطنية أغلبية أغلبية وطنية بالضبط أخوي العزيز هذه تمعان يعني مزاحات الجهلة هم هؤلاء جهلة على قولته هو هذا موضوع الصدر فهذا الكلام اللي دعيت أتكلمه هذا من الفراغ يعني كلام إنسان مستوحش كلام أو أحد يدفع بهذا الموضوع لكن الأمر أكبر من الصدر وأكبر من الأكوية الصدر لأنه هو تكلم يا أما أغلبية وطنية يا أما معارضة يعني شنو؟ يعني الرجال مستسلم يعني يعرف أكو مني راحي يطلع من المعادلة السياسية لأنه أنت يصور قبل نص ساعة يمكن الخامناني مزل عليه فتوى بأنه هو مخائن أو شيء أي كلام على كل حال البقية دعا على عدم لقاء السلاح نعم الإطار التنسيقي يقول لك بالذات المالك يقول ما أكو إحنا بالنسبة لنا حكومة التوافقات يعني كل من ينطي يعاز من عنده لكن أنت تعرف أكو فصائل مسلحة مجرمة قاتلة موجودة داخل البلاد يعني عدد كثير مو عدد قليل حتى مغتد الصدر أو غير مغتد الصدر ثانيا من ضمن الفصائل المسلحة هو عنده يعني بدأ هو اليوم حل فيها إذن هل أنه هؤلاء اللي هم جيهة وحدة أو ما لدي نقول طائفة وحدة جيهة وحدة أنه يتفاصلون أو يتخالفون لإرضاء غيرهم أو إرضاء الغرب أو إرضاءهم على حسب كلامهم عندك الموضوع الثاني موضوع الكرد والسنة الكرد والسنة ينتظرون الكيكة تأكمل ينتظرون العصة العقوة يذهبون معها هذا ولا يعزنهم على جلب لأنه لا يحلون ولا يربطون كان رئيس جمهورية ولا رئيس برلمان رئيس البرلمان وانت تعرف محمد الحلبوسي من كان موجود في داخل البرلمان النائب مالا الصدري هو ترى كان متحكم بالبرلمان وليس محمد الحلبوسي طبعا أنا تابعت أكثر يعني جلساتي البرلمانية وتابعت تدخلات النائب مالا هذا الكعب أعتقد اسمه فهو يعني متسيطر على الجلسة لا فنحن بهذا الحال زيان بنشبه اللي دعوته بحل الفصائل وتسليم أسلحتها إلى الحشد أخي هذا اللي شون تحسين صورتها قدام الشارع هل تحسين صورة تحسين صورة قدام الشارع الأمر الأمر شوية يعني يعني بغموض يعني حل الفصائل المسلحة وتسليم أسلحتها إلى الحشد يعني ليش ما سمى هذه الفصائل اللي هي خارج أطار خارج أطار الحشد وليش للحشد يا أخي نرجع نفس الشيء ويقول يجب يعني بما معناه تنظيف العناصر المفلتة والفصائل المفلتة داخل الحشد يعني ما كو ما سوى ليش نفس الشيء يعني رجع تقوى أكثر بالعكس يعني خلها بدل ما كان مخبي خلها ظاهر وتحت السلطة يعني أنا أحل من القتل السري وأخليه بقتل العلني يعني أحل من التخفي السري وأخليه يمشي بالعلني بقوة براحته أو تسليحها اللي موجود عنده أنت إذا شوف هم حاليا الوضع مخترط يعني الوضع مخربط هم اللي يرضون المجتمع الدولي يعني سد الفجوات اللي موجودة داخلهم يعني ربما هذه الدعوة بتشكيل حكومة أغلبية والإصرار عليها هو لدفع القوى الرافضة لنتائج الانتخابات للقبول بالنتائج وإرضاخهم ربما بحديث على الفصائل المسلحة وحل هذه الفصائل وتسليم سلاحها وتشكيل حكومة أغلبية ربما يعني صدر يعني يتحدث بصوت عالي حتى يأتي من هو رفض هذه النتائج للجلوس والقبول بنتائج الانتخابات أخي العزيز المشكلة هنا المشكلة بتعرف صدقهم من كذبهم يعني هل تتوقع هل تصدق أنه موقع صدر أنه يسوه هذا كلام محتملا خلي احتمال خلي احتمال ياريت يكون هذا الشي حتى يرضخ الأمر الواقع نتمنى نتمنى يكون أمر صحيح وصادق بهذا الأمر لكن والله يا أخي أحنا تدري مرة تجارب من طاعة سنة نقول مرة تجارب علينا وشفنا اللي شفناه ونفس الكلام يعاد مؤتدى صدر كل تشكيل حكومة يطلع يحتي وطنيات يطلع يحتي باسم الشعب يطلع يحتي باسم الفقراء لكن بعد تشكيل الحكومة بعد توزيع المناصب بعد توزيع الكراتي بعد توزيع الكعتة شوف ويتغير بلحظة انت شفتها قبل الانتخابات سحب الانتخابات بعدها اشتور رجع الانتخابات رجع يعني هو عنده خطة نعم نقول خطة وركب الأمر احنا اللي ريده اذا هو حقيق انا اشكرك ابو احمد من الرمادي ابو جاسم من الموصل تفضل ابو جاسم نعم نعم السلام عليكم وعليكم السلام برحمة الله تفضل يا رجع ناصر التلفزيون للأخير اشكرك اشكرك ياهلا بيك اشكرك نعم نعم ياهلا بيك اخويا هذا مقتدأ من الشفناء شفنا الشر ليش هذا يصفل بكيف وهو يلبس بكيف وهو وهذه الوجوال من حايل معاه والله ما ربك ازيح ازيح عرسنا يا الله شو خير بهذا البلد شو شو ش ازيح شو خير منهم دولة ابدا وابدا كلهم غشاشة دجالة عدو متشبه احنا شعر عدو متشبه فنطلب من الله سبحانه وتعالى يشعر عرسنا ويخلصوا منهم ليش النبي يصير بنا خير ويصير شعب واحد امه واحدة مثل ما يقول متكاتفين ومتعرفين هم يفرقون بين هم يحدثون هذه البلد كلها متجوز نعم وعليكم السلام ورحمة الله ابو حسين من الانبار ابو حسين عندنا دقيقة تفضل ابو حسين وعليكم السلام ورحمة الله سهلا بي استاذ عمر من خلال قناتك ناشف يتقر يكون مكان يسمعون كلامي يروح يبون علم دار والوياش تفيدوا يا دولة أم باكاتف وقعد نعم إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي تحدثنا فيها حول إمكانية تشكيل حكومة أغلبية كما أكد على ذلك الصدر وحل الفصائل المسلحة والتسليم أسلحتها إلى الحشد شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر